اولا اهلا بحضراتكم مرة تانية او يعني مرة جديدة المهم ان احنا نبدأ مع بعض بقى برنامجنا التاسعة وفقراته المختلفة والمتنوع بس جاي في بالي بجد والله سؤال يعني بفكر مع حضراتكم فيه بصوت عالي كده هو ايه احساس الاخوان واعلام الاخوان بالنجاح الحمد لله والشكر لله اللي مصر حققته في شرم الشيخ ده بكلمك بجد مش بس نجاح القمة لانه نجاح القمة ده ليه اكتر من عامل وتقدر تبص له من اكتر من زاوية يعني تقدر تبص مثلا النجاح الفائق للتنظيم وده بشهادة 120 رئيس دولة اللي زارونا خد بالك وعندنا بقى الوفود بتاعت ال197 دولة الكل اجمع يعني اجماعة مش بقى اغلبية لا اجماعة انه التنظيم تنظيم فائخ واكتر من رائع وده مشهود بيه في اكتر من وكالة دولية وعالمية من وكالات الاخبار اللي تناقلوا هذه التصرحات سوء ازاجات لرؤساء الوفود او رؤساء وزعماء وقادة الدول اللي نورونا ده واحد وللزال بعضهم منورنا حتى هذه اللحظة ادي واحد فيبقى تقعد تفكر كده يا ترى الاخوان لما رهنوا على وهيعرفوا وش هيعرفوا وهيفشالوا ومصر مين اللي تقدر تعمل قمة عالمية بهذا الحجم طيب ادي كده ايه اول جون وفي نفس الوقت اول لطمة على اقفية الاخوان طيب تيجي تشوف اللي بعده قالك خد بالك بقى على فكرة مصر بتصرف على القمة فتيجي الام المتحدة تقول احنا اللي بنصرف على القمة لانه دي قمة تنظمها الام المتحدة على الاراضي المصرية فيترك لمصر التنظيم والفاعليات وما الى ذلك واحنا علينا المبالغ طيب ده كده اتنين طيب 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 تالت نجاح لما تيجي تشوف خد ده لك بقى هنا ازاي تحولت القمة من قمة التوصيات ستة وعشرين مرة لأول مرة تتحول الى قمة التنفيذ طيب اربعة لما تيجي تشوف ازاي مصر واخدى افريقيا على عاتقها وتحاول ان تصل بها الى الهدف اللي هو ايه افريقيا قارة نظيفة افريقيا قارة حديثة افريقيا قارة اقتصادها باذن الله شبحانه وتعالى يتطور ويستمر في تطوره لحد ما تعدي على بر الامان فتشوف ازاي مصر ساعدت في ايصال مجموعة من التمويلات والشراكات وحتى الملح الى الدول الافريقية خمسة ازاي مبادرة حياة كريمة المصرية الخالصة القح اختراع مصري تبدأ تتحول حياة كريمة الى اختراع او بالاضاقة تتحول الى مبادرة قارية فتبدأ تتحول حياة كريمة من بس الواقع المصري الى الواقع الافريقي وتبدأ تتبنها الدول الافريقية وتبدأ تشوف مصر بتشتغل ازاي علشان تشتغل زيها وتبدأ تطلب الخبرى المصريين من مؤسسين والعملين بهذه المبادرة او تحديدا المتطوعين في هذه المبادرة عشان ينقلوا لها التجربة ستة انا هجيلك على طبعا الحاجة الكبيرة هم حطها في الاخر خالص ستة لما تيجي تشوف هنا بقى ايه المباحثات السياسية التي تمت ما بين رؤساء وقادة الدول اللي نورونا مع رئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي وازاي كانوا بيتكلموا معاه وشكل التواصل معاه وشكل الحديث وشكل المودة والترحاب وحط بقى ما بين قسين وكل الاحترام في التواصل مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اظن بقى حديك تقدر تشوف كل المشاهد دون ان اعدد لك يعني هكلمك على الكلام مع بايدن ولا الكلام مع ريشي سوناك ولا الكلام مع نانسي بلوسي يعني حدث ولا حرج كويس فهتتعدد المشاهد فهناخد وقت طويل جدا وبعدين تيجي تشوف يقولك ايه ومصص لها هتستفيد اقتصاديا ان دا بيتحكوا عليكم فتجد انه عندك شراكات خد بالك في فرق كبير ما بين مصر تروح تمد ايدها ومصر كبيرة تقول لأ اتعالى شركني فتعمل شراكات وتمويلات وحتى تعاون مع اكبر دول العالم على المستوى الحكومي واكبر شركات العالم على المستوى الاستثماري فانك تعمل شراكات اقتصادية متعلقة بالاقتصاد الاخضر والهايدروجين الاخضر والامونيا الخضرة ومش عارف التعدين المائي ومعالجة المياه ومشاريع لانتاج الطاقة من الرياح ومش عارف ايه من الشمس وتحلية ميت بحر ايه دا؟ ايه دا؟ الارقام انا بس مش عارف احسبها بالمظبوط يعني بس الارقام اظنها قاربة 15 مليار دولار شراكات مع مصر نجحت ولا ما نجحتش؟ السؤال التاني وهو هنا السؤال الذي يبدو هامشيا بس مهم انك انت تفهم المغزى منه يا ترى الاخوان حاسين بايه؟ لما كل مرة رهنات الاخوان تفشل فشلا زريعا انا بقى بقولك المغزى من السؤال اوعى في لحظة اوعى في لحظة تفقد ايمانك باللي بيحصل في هذا الوطن اوعى في لحظة يساورك الشك تهتز خالص كل مرة الدولة بتثبتلك انها صح كل مرة الدولة بتثبتلك انها بتشتغل علشانك انت لمصلحتك انت بشكل مباشر ايوه انت انت فكر المشروعات دي عبارة عن ايه المشروعات دي مشروعات هتشغلك تشغل البلد تكسب البلد وانت تكسب البلد تشتغل وحضرتك تحصل على فرصة عمل البلد تصدر فانت حياتك تبقى افضل البلد تشغل مصانع فتنتج اكتر فانت تبقى افضل وهكذا موسيقى موسيقى